موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية اهلا بكم اطلقت الحكومة برنامج فرصة وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حامل الأفكار أو المشاريع المقاولاتية وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج أخدا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراق التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني أكد المغرب والإمارات اليوم التلتاب بأبو ظبي تمسكهما بالعمل العربي المشترك على أسس من التضامن والتعاون الحقيقي بما يخدم القضايا العربية ويتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ويضمن وحدتها جاء ذلك في بيان المشترك صدر في أعقاب مباحثات أجرها رئيس مجلس المستشارين النعمة ميارة ورئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة سقر غباش والتي تركزت حول آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين التفاصيل في سياق التقرير التالي أجرى رئيس مجلس المستشارين النعمة ميارة بأبو ظبي مباحثة مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة سقر غباش تركزت حول آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وأكد الجانبان حرصهما على تبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني بما يعزز روابط التعاون بين المؤسستين وضمان مواصلة الحوار المثمر بينهما بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة اليوم سعدنا باستقبال نعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له وهذه زيارة بالنسبة لنا نثمنها عاليا جلسة مباحثات تطابقت فيها وجهات النظر وتوافقنا فيها على كثير من التعاون المشترك وثقناها أيضا ببيان مشترك يؤكد متانة هذه العلاقات هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتمثينها والرقي بها إلى مستويات أعلى لتوطيد علاقات التعاون الثنائي على مستوى التنفيذي والتشريعي أعتقد بأن تجديد هذه العلاقات يدخل كذلك في نظيم اختصاصات البرلمانات في تقريب وجهات النظر والبيان المشترك الذي نضيناه اليوم هو أيضا ليحدد كذلك معالم المستقبلية للعلاقات الثنائية بين البرلمانيين فيما يخص مواقفنا الثابتة في إطار وحدة ترابية للإمارات الشقيقة وكذلك دعم الإمارات للوحدة ترابية المغربية وفي إطار كذلك التعاون البرلماني فيما يخص تعزيز تجارب تبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانين وكذلك فيما يخص أيضا انتخاذ المواقف المشتركة فيما يخص القضايا الكبرى في المؤسسات البرلمانية التي ينتمي لها البرلماني المؤسستان التشريعيتان بالبلدين بصدد تحقيق قفزة نوعية نحو المزيد من التعاون وتجويده والتآذري خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتشريعات ومراقبة العمل الحكومي والديبلوماسي الموازية استقبل وزير اللوقاف وشؤون الإسلامية سيد أحمد التوفيق اليوم برباط الخليفة العام لطريقة التجانية بجمهورية نيجيريا الاتحادية سمو الأمير سنوس سنوسي لاميدو أمينو الذي يقوم بزيارة للمملكة التفاصيل مع عبداللطيف بن طلب وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية سيد أحمد التوفيق يستقبل الخليفة العام للطريقة التجانية بجمهورية نيجيريا الاتحادية سمو الأمير السنوسي لاميدو أمينو اللقاء عبر فيه سيد الوزير عن كون المغرب ونيجيريا يشتركان في العقيدة السنية الأشعارية والعمل بقواعد المذهب الملكي السمحة الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى أيضا كانت محور زيارة الخليفة العام للطريقة التجانية زيارة عبر خلالها الكاتب العام للمجلس السيد محمد يسف أن المملكة لعبت دورا بحواريا في نشر الإسلام وبناء قيامه الروحية والعلمية والحضارية في العالم خصوصا في ربوع القارة الإفريقية على طريق مستقيم فيه توسط وتسامخ والسلم فإن الإسلام ليس دين تطريف ولا إرحاب ولذلك الأمة تحتاج إلى مثل هذا فنشكر الجلال جلال الملك على هذا ونحن في نيجيريا قد تفضل الخليفة العام للطريقة التجانية زار أيضا معهد محمد السادس لتكوين الآئمة المرشدين والمرشدات لتشجيع الطلبة النيجيريين الذين يتابعون تكوينهم في المعهد علاوة على الاستفادة من تجربة المؤسسات الدينية في المملكة والذي وصل عدد من تخرج من هذا المعهد من الطلبة 391 إماما مرشدا ومرشدا والآن عندنا 60 طالبا يتابعون سكوينهم في السنة الثانية المغرب ونيجيريا بلدان يشتركان في طريق السلوك وهي التربية على الأخلاق والتصوف وزيارة الخليفة العام للطريقة التجانية توثيق للعلاقات وتقوية للروابط الروحية بين البلدين شددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضرورة الحفاظ على الوضع الوبائي المريح والمتحكم فيه على المستوى الوطني مقابل وضع وبائي عالمي يتميز بارتفاع أسبوعي لنسبة الحالات لأول مرة منذ خمسة سبيع وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط خلال تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من الثامن والعشرين من فبراير إلى الرابع عشر من مارس الجاري قال إن انتشار فيروس كوفيد-19 سيستمر بشكل ضعيف على صحيد كل الجهات بالمملكة حيث سجل تراجع في نسبة الإصابات الجديدة للأسبوع السابع على التوالي تجسد الملازم الثاني نزهف توخ رئيسة قسم المخدرات بمعهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي تجسد نموذج المرأة المغربية التي تواصل مصارها بعزم وإخلاص ونكران للذات في مجال البحث العلمي وبفضل شغفها بمجال البحث الجنائي تمكنت الملازم الثاني نزهف توخ من شق مصار مهني متميز بمعهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي الذي والجته سنة 2002 كتقنية متخصصة لنتابع الروبورتر التالي تجسد الملازم الثاني نزهف توخ رئيسة قسم المخدرات بمعهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي نموذج المرأة المغربية التي تواصل مصارها بعزم وإخلاص ونكران للذات في مجال البحث العلمي وبفضل شغفها بمجال البحث الجنائي تمكنت الملازم الثاني نزهف توخ من شق مصار مهني متميز بمعهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بدأت في سنة 2000 جوج كتقنية متخصصة داخل هذه المؤسسة وخلال هذه السنوات تمكنت من الحصول على شهادات عالية في تخصص الكيمياء هذه الشهادات هي التي تمكنني اليوم من تسيير المهام داخل هذه المصلحة وداخل هذا القسم تشرف الملازمة الثاني نزهف توخ على فريق من التقنيين المتخصصين المؤهلين الذين تتمثل مهمتهم الرئيسية في تحليل المواد المحجوزة في إطار عمليات مكافحة المخدرات من خلال استخدام المعدات والتقنيات المتقدمة التي يتوفر عليها معهد علوم الأدلة الجنائية مصلحة تحليل المخدرات لمعهد الأدلة الجنائية للدرك هي واحدة المصلحة التي تعتمد على فريق تقني متخصص وعلى مجموعة من الآليات لعالية الدقة بحيث أننا نقوم بتحليل جميع المحجوزات والمواد التي يتم العثور عليها في محاربة المخدرات ترويج المخدرات بحيث أننا نقوم بتحديد نوعية المواد المكوينة لهذه المخدرات مع تحديد نسبة المادة الفعالة داخل هذا المخدر يشكل المصار المهني الناجح للملازم الثاني نزهف توخ داخل معهد علوم الأدلة الجنائية مصدر تحفيز وهي التي تعتزم متبعة مصارها الجامعي وتستعد لمناقشة أطروحة الدكتورة في الكيمياء قريبا سبب اللي خلاني نفكر في الاتحاق بمعهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي في البداية هو التكوين ديالي كتقنية متخصصة في مادات الكيمياء وكذلك ميولي للأبحاث الجنائية والممارسة ديالي داخل هذا المعهد ممكنتني طيلة هذه السنوات من الحصول على مجموعة من التكوينات لطورات مجموعة من المهارات ومجموعة من المعارف اللي كانت مكتسبة عندي وبفضل ديناميتها وطاقتها اللامحدودة تؤكد الملازمة الثاني زهفتوخ أنها عازم على المساهمة في تطوير البحث الجنائي في المملكة لمواجهة مختلف المخاطر والتهديدات دولياً دق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش ناقص الخطر بشان قيام روسيا برفع مستوى التأهب لقواتها النووية واصفاً ذلك بأنه تطور مرعب ودعا جوتيرش أيضاً إلى الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت النووية بعد حريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وهي أكبر محطة من نوعها في أوروبا اندلع أثناء استيلاء القوات الروسية عليها في قضون ذلك انضم أشخاص فروا من غرب أوكرانيا الوجهة التي كانت تعتبر حتى وقت قريب منطقة آمنة نسبياً انضموا إلى الآلاف الذين عبروا الحدود إلى شرق أوروبا بعد أن وسعت موسكو ضرباتها خلال اليومين الماضيين بشن هجوم على قاعدة قرب الحدود مع بولندا العضوي في حلف شمال الأطلسي وقالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن حوالي ثلاثة ملايين شخص غادروا البلاد نحو الدول المجاورة بسبب الحرب أكد الرئيس التركي رجبتي بردوغان خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولف شولتس أنه من السابق لأوانه الحاديث عن شراء أسلحة جديدة من روسيا مشدداً على أن أنقرة ستحافظ على صداقتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي تقرير صفي عصمان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه من السابق لأوانه الحديث عن شراء أسلحة جديدة من روسيا خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولف شولتس قال أردوغان سنحافظ على صداقتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وأضاف أردوغان نحن مع الدولة الألمانية حليفتان استراتيجيتان داخل الناتو وننظر إلى روسيا وأوكرانيا على أنهما دولتان تجمعنا بهما علاقات ثنائية ومن جانبه قال أولاف شولتس أعتقد أن هذا الاجتماع مع الرئيس التركي هو دليل على تنمية العلاقات الثنائية بين الدولتين ونتشارك هذه المشاعر مع الدولة التركية وأردوغان وحول الوضع في أوكرانيا قال المستشار الألماني نحن ننظر إلى المساعي التركية على أنها إيجابية ونسعى مع حلفائنا الأتراك لإنشاء ممرات إنسانية لخروج المدنيين هذا بالإضافة إلى استقبال القارة الأوروبية لمليون ونصف لاجئ واقتصادياً هو في تطور من شأنه أن يدعم الامدادات العالمية حبط تسعار النفط بما يزيد على 5% أمس الاثنين إلى أدنى مستوياتها في حوالي أسبوعين وسط آمال بتقدم نحو نهاية دبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية التفاصيل في تقرير حمزة الغطر النفط يهبط لأكثر من 5% بفعل آمال حيال محادثات بين روسيا وأوكرانيا قد تنهي النزاع بين الطرفين عقود خام برينت القياسي العالمي أنهت جلسة التداول منخفضة بـ 5.77$ أو 5.1% لتسجل عند التسوية 106.90$ للبرميل وتراجعت عقود خام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط بـ 6.32$ أو بنسبة 5.8% لتبلغ عند التسوية 103.01$ للبرميل وذلك هو أقل مستوى إغلاق للخام الأمريكي منذ 28 فبراير والأدنى لبرينت منذ أول مارس وشهد الخامان القياسيان ارتفاعات قوية منذ اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير وهم الآن مرتفعان بحوالي 36% عن مستوياتهما في بداية العام وسجل الخامان القياسيان أيضا أكبر تقلباتهما في 30 يوما منذ يونيو 2020 أفادت السلطات المكسيكية بأن انفجارا نتج عن تصرب غاز أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين أمس داخل مطعم ببلدة سياحية على شاطئ البحر في ولاية كوينتانارو المكسيكية تقرير بدرزيو نتج عن تصرب غاز انفجار يودي بحياة شخصين على الأقل ويخلف إصابة 18 آخرين داخل مطعم ببلدة سياحية على شاطئ البحر في ولاية كوينتانارو بالمكسيك بيان نشره المدعي العام في كوينتانارو على تويتر أفاد بأن القتيلين كان من العاملين في المطعم الكائن بمنطقة بلايا دي الكارمين وهي مقصد للراغبين في قضاء العطلات ثمانية من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بينما ذكرت السلطات المحلية أن 15 آخرين من المصابين كانوا من العاملين في المطعم نهاية نشرتنا تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني بعد قليل تلتقون مع الزميل حفصة شباكو في جولة في افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة إلى اللقاء